بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة السابعة قياس الأداء هنبدأ في ثانيا أسعار التحويل transfer pricing سعر التحويل هو السعر الذي يتم بناء عليه تحويل أو تبادل السلع والخدمات فيما بين مراكز المسئولية أو الإدارات التي في المنشأة فأسعار التحويل هي أسعار داخلية بتتم ما بين الأقسام الداخلية ويكون سعر التحويل بمثابة إراد للمركز البائع أو المركز المحول منه وهو في نفس الوقت يكون تكلفة للمشتري اللي هو بسمى المحول إليه طرق تحديد أسعار التحويل transfer pricing methods تتعدد طرق تحديد أسعار التحويل منها ما يعتمد على سعر السوق ومنها ما يعتمد على التكلفة ومنها أسعار أخرى تعتمد على التفاوض أو تكلفة الفرصة البديلة أو الربح المستهدف طرق تعتمد على أسعار السوق الماركت بيست transfer pricing يعتمد تسعير التحويلات الداخلية في هذه الطريقة على سعر السوق أو سعر السوق المعدل يبقى فيه طرق تين سعر السوق أو سعر السوق المعدل أولا طريقة سعر السوق الماركت برايس ميسي سعر السوق هو مقياس موضوعي يتحدد بناء على قوى السوق وهو الأفضل استخداماً لمراكز الربحية وتكمن مشكلة استخدامه في أن هناك بعض السلع أو الخدمات ليس لها سعر سوقي هذا ويمكن استخدام سعر السوق لأقرب سلعة بديلة أو ممثلة وريبة من الشبه في الحال دي سعر التحويل للوحدة بساوي سعر السوق للوحدة ثانياً طريقة سعر السوق المعدل Adjusted Market Price Method وهو سعر السوق بعد تخفيضه بتكاليف التسويق وتكاليف التخزين وغيرها ذلك أن مركز المسئولية عند تحويله لسلعة أو خدمة لمركز مسئولية آخر فإنه لا يتحمل تكاليف تسويق أو تكاليف تخزين لذا يجب استبعت يبا سعر التحويل للوحدة هي سعر السوق للوحدة ناقص التكاليف التسوقية وتكاليف التخزين للوحدة ترجمة نانسي قنقر